لكن طبعا كل شيء له يعني نتيجة له عاقبة فسواء الإنسان أحب المسيح وقبله أو أبغض المسيح فالسؤال يعني الأشخاص اللي يعني شو مصير الأشخاص اللي بيبغضوا يسوع المسيح زي ما قلنا من الأول الموضوع مش مجرد إعجاب بالمسيح أعجب بي ولا لأ لكن هنا أحب المسيح معناها أن أنا أأخذه لحياتي وده اللي قاله الرب له كل المجد في القديم في سفر الأمثال أصحح 8 قال من يجدني يجد الحياة وينال رضا من عند الرب وبعدين وقال من يبغضني اللي يبغضني بعد كده أو اللي يبعد عن من يخطئ عني يضر نفسه اسمع الكلمة اللي جاية وكل مبغضية يحبون الموت فبغضة المسيح مش معناها أنا بحبك أو لأ بغضة المسيح معناها مش عايزك والمسيح جاء من السماء ليقدم لي غفران خطيتي خلاصي من الهلاك الأبدي الحياة الأبدية فعندما يأتي الإنسان يقول لربنا أنا مش عايزك أنا مش عايز المسيح دوت النتيجة تخيل مثلا أنا بغرأ في البحر أو المحيط وحضرتك نازل تمديلي إيدك ونعرف أنك راجل سباحة كويس يا خنزار حالك نازل تمديلي إيدك وتقول لي تعالى طلعك يا إلي وأنا أقول لك مش عايزك أنا بكرهك هنا الموضوع مش موضوع إعجاب بحضرتك ولا لأ لكن هنا الموضوع يخص إنقاذي وخلاصي الأبدي إذن بغضة المسيح تقود إلى الهلاك الأبدي رب يسوع المسيح قال لنا في مثل الكرامين اللي جم وقالوا الإبن الوارث جاي هلما نقتله فنرى ماذا تكون يكون الكرم لنا نتيجة رب يسوع في الآخر قال أولئك أما أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم أولئك الكرامون الأردياء هيعملوا إيه دوات دولة سيهلكون هلاكا سريعا هاتوهم قدامي أعدائي الذين لم يريدوا أن أملك عليهم هاتوهم قدامي وازبحوهم أختم بمزمور اتنين مزمور اتنين بيتساءل الروح القدس لماذا ارتجت الأمن وتفكر الشعوب بالباطل ليه مش عايزين المسيح وليه عما يبغضوا أتباع المسيح وعلى فكرة أحبائي ما تستعجبوش يا من تحبوا المسيح وتتباعوا المسيح لما تلقوا بغضة من العالم قال المسيح إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم مزمور اتنين بيقول الروح القدس لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل قام ملوك الأرض والرؤساء على الرب وعلى مسيحه وإيه غرضهم هلما ننزع عنا قيودهما نقطع عنا ربطهما وبعدين الكتاب يقول الساكن في السماوات يضحك الرب يستهزئ بهم وفي الآخر يقدم نصيحة جميلة قوي الروح القدس يقول أيها الملوك تعقلوا وتأدبوا يا قضاة الأرض نصيحة بقى جاية هي بقى قبلوا الابن لألا يغضب فتبيدوا من الطريق لأنه عن قليل يتقد غضبه إخوة الأحباء أشجع كل من يشاهدنا اقبل المسيح خذ المسيح حب المسيح فتنال حياة أبدي اشتركوا في القناة